تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الامنية ففي اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 7585 قضية تمونية متنوعة وضبط 1075 قضية في مجال منع تداول الارجيلة بمضبوطات بلغ 6200 ارجيلة اضافة الى غلق 4688 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 50 644 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغشي التجاري والتلاعب بالدعم اسفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط 9527 قضية تمونية متنوعة من بينها 143 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1058 استوانا وضبط 10 قضايا مواد بيترولية بمضبوطات بلغت 92 ألفا و42 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط 9040 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 9525 طن سلع غزائية متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 68 قضية بمضبوطات بلغت اكثر من 723 طن سلع غزائية متنوعة و13440 عبوة زيت طعم كما تم ضبط 248 قضية في مجال البيع بازياد من السعر بمضبوطات بلغت اكثر من 1415 طن سلع غزائية متنوعة و67253 عبوة سلع غزائية و122 لتر زيت طعم وفي مجال ضبط قضايا حجب مواد البناء تم ضبط 141 طن اسمنت و5035 طن حديد تسليح اضافة الى 314 طن اسمنت و369 طن حديد تسليح في مجال بيع مواد البناء بازياد من السعر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 279868 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 44196 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3935 من قائد المركبات تبين ايجابية عدد 229 سائق منهم كما تم المرور على 232 مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 995 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية الحالات كما تم فحص 944 حافلة مدارس تبين مخالفة 222 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 522 سيارة و71 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 14725 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال الامن السياحي نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 586 قضية ومخالفة ابرزها حيزة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 83 426 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61 944 106 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 195 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و101 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت 29 150 كتب بتصريح تداول منتهي وملازم واغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من اصحاب الحقوق المادية والادمية وفي مجال قضايا الاموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 155 قضية في مجال الاموال العامة بقيمة مالية بلغت 147 مليون و363 ألفا و372 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت اجهزة الوزارة من ضبط 2056 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت اكثر من مليارين و376 مليون و227 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة مليونين و372 ألفا و866 جنيها اشتركوا في القناة